السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه دورة مختصرة في تعلم علم التجويد للمبتدئين نتعرف من خلالها على أشهر أحكام التجويد والآداب المتعلقة بتلاوة القرآن الكريم ونحو ذلك مما يحتاج إليه المبتدئ في تعلم هذا العلم ويحتاج إليه أيضا المسلم في تلاوة كتاب الله عز وجل علم التجويد أول شيء نتعرف عليه هو تعريف القرآن الكريم الذي نبحث فيه في مسائل علم التجويد فهو موضوع علم التجويد تعريف القرآن الكريم هو كلام الله تعالى فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي تكلم به حقيقة قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله المنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم فالقرآن الكريم هو كلام الله الذي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون بواسطة الوحي جبريل عليه السلام فالذي نزل بالقرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان واسطة بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم هو أمين الوحي جبريل عليه السلام القرآن أيضا هو المتعبد بتلاوته المتعبد بتلاوته فنحن نتعبد لله عز وجل بتلاوة القرآن الكريم وهذا فرق بينه وبين كل كلام من الكلام الذي نقرأه سواء كان كلاما شرعيا كالأحاديث النبوية أو كلام من كلام أهل العلم أو حتى كلام الناس فليس هناك كلام نتعبد بتلاوته غير كتاب الله عز وجل وهو القرآن الكريم وهو الوحيد الكتاب الذي نقرأه من أجل أن نتحصل ونحصل على الثواب ونحصل على الأجر بالتعبد بالتلاوة وليس من أجل التعلم كما نقرأ أي شيء آخر لتعلمه وإنما هذا نقرأه من أجل التعبد بلوظه وتلاوته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف فتلاوة القرآن الكريم يتعبد بها سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة كذلك المعجز بلفظه فالقرآن أعجز الناس بلفظه لأن الله عز وجل تحدى به الناس وتحدى به المشركين وتحدى به العرب وتحدى به الجن والإنس على أن يأتوا بمثله أو بعشر صور من مثله أو حتى يأتوا بآية واحدة أو صورة واحدة منه فلم يستطيعوا لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى وفضل كلام الله على كلام الخلق ففضل الله على الخلق فكما أن المخلوق لا يساوي الخالق لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كذلك كلام الناس ليس ككلام الخالق سبحانه وتعالى المنقول بالتواتر فالقرآن نقل إلينا نقلا متواترا ما معنى أنه نقل إلينا نقلا متواترا أي أنه نقله إلينا أعداد كثيرة جدا يستحيل في العادة اتفاقهم وطواطؤهم على الكذب يستحيل أن هؤلاء الناس جميعا اتفقوا فيما بينهم أن ينقلوا إلينا هذا الكلام كذبا لأن أعداد كثيرة جدا منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه الكثير من الصحابة والكثير من التابعين والكثير من المسلمين بعد ذلك في كل جيل بعد جيل وينقلونه للذين بعدهم سواء كان محفوظا أو مكتوبا فنقل إلينا بالتواتر بحيث أننا لا نستطيع أبدا ولا يستطيع أحد أن يشكك في صحته وثبوته فلا يدخله الريب ولا يدخله الشك أبدا كذلك المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس فهذا هو كلام الله هذا هو القرآن الذي يبتدئ من أول المصحف بصورة الفاتحة وينتهي بصورة الناس في آخر المصحف ثم نتكلم عن تعريف علم التجويد في اللغة وفي الاصطلاح تعريف علم التجويد في اللغة هو التحسين والإتقان فمعنى أننا نجود القرآن أي نحسن القرآن ونتقن القرآن ونقرأ القرآن كما أنزل ففي اللغة العرب التجويد معناه التحسين والإتقان في الاصطلاح اصطلاح أهل العلم الذين يشتغلون بهذا العلم هو علم يبحث فيه أو علم يبحث في ألفاظ القرآن الكريم علم يبحث في ألفاظ القرآن الكريم طبعا هناك علوم كثيرة تبحث في ألفاظ القرآن الكريم مثل علم النحو والصرف والبلاغة ونحو ذلك فما الذي يميز علم التجويد عن باقي العلوم التي تبحث في ألفاظ القرآن الكريم الذي سيأتي من حيث إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه حقه ومستحقه من الصفات هذا هو الذي يميز علم التجويد عن باقي العلوم أننا نبحث في ألفاظ القرآن من حيث أننا نخرج الحروف من مخارجها ونعطيها حقها ومستحقها من الصفات هذا هو علم التجويد أننا نبحث في الألفاظ ونعطي كل حرف حقه فنخرجه من مخرجه ونعطيه حقه من الصفات اللازمة والصفات العارضة وهذا هو معنى حقه ومستحقه حق الحرف هو الصفات اللازمة الصفات اللازمة للحروف بحيث أن الحرف لا ينفصل عنها ولا ينفك عنها أبدا كالهمس والجهر والشدة والرخاوة وغير ذلك مما سيأتي معنا هذه الصفات هي لازمة للحروف يعني طبيعة الحرف هكذا فمثلا حرف السين طبيعته أنه مهموس لا نستطيع إذا أردنا أن نقرأ السين العربي لا نستطيع أن نفصل عنه هذه الصفة التي هي لازمة له وأما مستحق الحروف فهي الصفات العارضة يعني الطارئة التي تدخل على الحرف وتطرأ على الحرف بأسباب مثل القلقلة التفخيم ونحو ذلك فمثلا القلقلة هذه الصفة تطرأ وتعرض على بعض الحروف وهي حروف القلقلة الخمسة بسبب السكون عندما تكون ساكنة فقط أما إذا كانت متحركة فإننا لا نقلقلها فهذه هي الصفات العارضة فهي تعرض على الحروف بأسباب فهذا هو التجويد يا إخوة أننا نراعي الحروف ونخرجها من مخرجها الصحيح ونعطي كل حرف حقه ومستحقه من هذه الصفات اللازمة والعارضة وبهذا يا إخوة نكون انتهينا من أول درس في هذه الدورة المختصرة وجزاكم الله خيرا